طيب وإنها تكلم وليد بقى طيب تكلم وليد كتير وده صح؟ طبعاً غير صحي بالمرة وهي عمل الدعم وموماً من النمط اللي هي بتحكيه هي عندها يعني نمط إدماني شوية نمط إدماني يعني سهل قوي تعتمد على حاجة تبقى مدورة طول وقت على عكازي خرجها من المشكلة ده بتعاقب نفسها ولا بتعاقب هو بتعاقب نفسها تعاقب نفسها جداً لأنها طول وقت عندها إحساس بعدها من الاستحقاق يعني عدم الاستحقاق؟ إن أنا ماستحقش ولا حاجة؟ إن أنا ماستحقش يعني أنا هستحق أقل من كده أنا لا أستحق الحب أنا لا أستحق إن حد يهتم بي ماستحقش إن حد يتعب علشاني إنه يبزي المجود علشاني فبقى أنا طول وقت مرضي للجميع عشان أنا ماستحقش فرضي الآخرين يعني هي ما كانتش بتختبر حبه؟ لأ إيه كانت بتدور على حبه بتدور على إنها تتحب صح؟ كانت بتدور على حب زيادة بس خدته بشكل غير صحي يعني تهد المعبد على دماغها في الآخر طيب وصحبتها دي إيه؟ صحبتها دي شخصية جميلة دي شخصية يعني دي شخصية جميلة كده يا ما قابلناكو يا أمي دا حيات حايت إزاي تعمل كده؟ إزاي تعمل صحبة كاف صحبة بتصوتي مش ردي يطلع إزاي صحبة تعمل كاف صحبة؟ شوفي عموماً لما الشخص بيكون عنده اضطرابات بيكون الدوائر اللي حواليه أغلبها مضطربة يعني إيه؟ يعني اختياراتها بتكون سيئة وانا ما أختارهم شو ما أنا بيجوا ما هي مثلاً وانا ما كان هذا هم اللي بتقولك عشرة عمر فعلاً 9 سنين يعني وانا ما أخترت شو ما بيجوا عايزين يصاحبوني فأنا بصاحبهم حلو قوي بس أنا برضو محتاجة أدور في جودة العلاقات مش في طول المدة بس إيه جودة العلاقات دي؟ يعني عمق العلاقة قد إيه؟ أنا أحياناً ببقى فاكرا إن فلان دا صحبي جداً بس هو ما بيحكيش أي حاجة عن نفسه أنا ما عرفش عن حياته أي حاجة فيه ناس تقعد مع بعضها سنين في حد فيهم بيتكلم والتاني بيتكلمش خالص حد فيهم إكسبوزين كل حاجة بيعرض كل حاجة عن حياته والتاني غامض تماماً حد فيهم بياخد حد فور جرانتد نوع بيعمله كل حاجة وبيستغله والطرف الثاني عيني غالبين بياخد بس بيشفط بس فده موجود في علاقات غير متزنة العلاقة مشية مش متزنة وأحياناً كتيري احنا بقى فرضين الصورة اللي عرفنا بها الشخص مثلاً أنا عرفتها في سنوي فرسمت لها الصورة اللي أنا عرفها في سنوي بس هي كبرت دخلت جامعة واشتغلت وبقت ناس تانية فبعندها تجارب في الحياة مختلفة احنا مش بنتحرك في الصورة دي يعني لما نتكلم مع نفسنا يعني على نفسنا مع صحابنا دي تبقى علاقة صحية وعلاقة كويسة طبعاً مش ممكن يستغلوا ده طب زي ما انت بتقول يستغلوا انا خايفة اه انت كده خوفتني ما هو أنا عشان كده ببني الثقة بالتدريب الثقة مش زيل ومية الثقة بتتبيني زي السلم ما ممكن بعد كل السنين دي بعتني بكامية عشرة نعمل ايه؟ ساعتها بقى ابتداء ادور هو انا وصلت مع الشخص ده لفين طبعاً والد ان فينا استخزلنا وده حقيقي بيحصل دي احنا نفتح عمص نحن نزيل كده احياناً انا مش غزلية واحدة انا الخزلات تعال اجيبلك وببوة ويقول لك هو احنا بيختارون لأهم اللي بيختارونا ومشكلنا ما فيش ما بقاش فيه اي اضطراب وما جايين جايين ده انت اللي بتطبطب انت اللي بتعطي مش بتاخد فبيبقى ايه؟ حلو قوي طبعاً لما بدي بقى انا محتاجة اعرف اولاً انا بدي ايه؟ بدي لحد فين؟ انا باخد ايه من العلاقة دي؟